اشتركوا في القناة 23 عام اللغة الروسية ويجب العمل على تعزيز ذلك وفي الأسبوع المقبل في أستانا سيكون هناك قمة تحت اسم أو بعنوان روسيا مركز آسيا وسيكون هناك تعاون ومخططات مشتركة بين الدول الأعضاء الخمسة في منظمة آسيان وفي اجتماعنا اليوم أردنا التطرق إلى عدة مواضيع وتم مناقشة عدد من هذه المواضيع والكثير من المناقشات قد تمت أو تطرقت إلى مجالات متنوعة منها المجال الاجتماعي وأتوجه لكم الشكر الكبير لحضوركم إلى سن بوترسبورغ لمشاركة إذن مشاهدينا سابق سابق إذن مشاهدينا الكرام استمعنا لهذا الجانب من كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في اجتماع رابطة دول المستقلة نبدأ معكم أو نكمل معكم هذه التغطية الإخبارية عن الشأن الروسي الأوكراني وأكد الرئيس الأمر كيجو بايدن أن نظيره الروسي فلاديمير بوتن لا يمزح بشأن الأسلحة النووية التكتيكية وأضف بايدن أن التهديدات الروسية باستخدام الأسلحة النووية في النزاع في أوكرانيا تعرض البشرية لخطر نهاية العالم لأول مرة منذ أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962 وقال إنه قضى الكثير من الوقت في محاولة الحفاظ على تماسك الناتو مؤكدا أن تهديد بوتن باستخدام أسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية يجب أن يتم أخذه على محمل القد أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف أن موقف بلاده من الرضع النووي لم يتغير متهما واشنطن بمحاولة تشويه صورة بلاده بهدف إفزاع المجتمع الدولي فموقفنا تجاه الرضع النووي فموقفنا لم يتغير ولم يتذبذب ومحاولات واشنطن لتشويه موقفنا يأتي في إفزاع المجتمع الدولي لتمرير السيناريو الداعم لنظام كيف في مغامراته كفة هذا وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن السلطات الأمريكية ستكون مستعدة للحوار الدبلوماسي مع روسيا بشأن أوكرانيا إذا أبدت موسكو مثل هذا الاهتمام مشيرا إلى أن واشنطن لا ترى ذلك حتى الآن أضاف بلينكين في تصريحات صحفية أوردتها وكلة أنباء تاس الروسية ردا على سؤال حول مدى مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية في مباشرة الدبلوماسية مع روسيا في ظل وجود مخاوف متزايدة بشأن احتمال وقوع هجوم نووية وردا على هذا السؤال قال وزيره الخارجية الأمريكي أن الرئيس بوتين وروسيا لم يبدو أي اهتمام على الإطلاق بأي نوع من الدبلوماسية الهادفة ونويها بأنه عندما تظهر روسيا أن لديها أي غرض جاد في الانخراط في مثل هذه الدبلوماسية ستكون واشنطن مستعدة للحوار من جانبه دعا الرئيس الأوكراني فلاداميار زيلنسكي العالم إلى الرد بقوة على قرار روسيا بشأن ضم بعض المناطق التابعة لأوكرانيا من أجل منع المزيد من التصعيد الروسية أضاف زيلنسكي في خطاب عبر الفيديو أمام معهد لوي الأسترالي أن الوقت قد حان لزيادة هذا الضغط بعد أن قامت روسيا بما سماه باستفتاءات زائفة وقيامها بضم هذه المناطق مضيفا أن ثمن مثل هذه الأعمال يجب أن يكون ملموسا هذا وأعلن من جانبه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكران أن باريس تدرس إرسال مدافع قيصر إضافية إلى أوكرانيا وقال مصدر مطلع لوكالة فرانس براس أن باريس تدرس تزويد كييف بـ 6 إلى 12 مدفع قيصر إضافيا وتدرس فرنسا أيضا إمكانية منح كييف 20 مركبة مدرعة من تراز باستيون وأضاف الرئيس الفرنسي أن دول الاتحاد الأوروبي ستناقش اليوم هذه الموضوعات في قمة غير رسمية في براغ مشددا على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا ماليا وإنسانيا وعسكريا أعلنت القيادة العملياتية الجنوبية بالجيش الأوكراني أن القوات المسلحة الأوكرانية دمرت على مدار 24 ساعة ماضية دمرت ثماني دبابات روسية وثمانية عشر مدفعا من تراز هاوتزر وذكرت القيادة الأوكرانية في منشور لها عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي ونقلته وكلة أنباء يوكرين فورم الرسمية نقلت أن الوضع في منطقة تابوه الجنوبية لا يزال صعبا رغم أن القوات الأوكرانية تسيطر عليها وضف البيان أن MLR أنظمة الروسية وأنظمة المدفعية وقذائف الهون تسببت في أضرار على طول خط القتال وعلى المجتمعات الإقليمية القريبة وكذلك في المناطق الخلفية والمدن والعزيد من أهداف البنى التحتية الحيوية قال فلاديمير رغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيا أن القوات الأوكرانية تمهد بالقصف المدفعي والصاروخي الكثيف لضفة النهر قرب مدينة أنجرودارا لتنفيذ عملية إنزال هناك أضف رغوف أنه خلال القصف يتم استهداف مناطق محددة بهدف تحييدها لتنفيذ عملية الإنزال فيها لتحقيق تغطية نارية لمنطقة الإنزال المحتملة وحتى الآن تم تحرير نحو 75% من مقاطعة زابوروجيا لكن عاصمة المقاطعة مدينة زابوروجيا لا تزال تحت سيطرة القوات الروسية هذا هو أفدت وزارة الصحة في مقاطعة خرسون بأن صاروخا أطلقته القوات الأوكرانية أصاب حافلة مدنية مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين قالت الوزارة في بيان أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم جراء القصف وأصيب خمسة آخرون موضح أن الجرح في حالة متوسطة الخطورة وفي وقت سابق ذكر مسؤول في خدمات الطوارئ المحلية أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة جسر دارفزكي بأربعة صواريخ مشيرا إلى سقوط أربعة قتلى وثلاثة جرحة من المدنيين في حصيلة أولية هذا وبدأت عمليات الاستيعاب القتالي للمتطوعين والملتحقين بمجب التعب الجزئية في روسيا ضمن وحدات الدبابات في مناطق التدريب الواقعة قرب مناطق المهام القتالية هذا وبشر العسكريون الجدد بالتدرب أو التدريب على إتقان المعدات العسكرية والأسلحة المحددة لكل منهم بالإضافة إلى التدريب على الاستخدام الناري للمدرعات بما في ذلك الدبابات وناقلات الجنود المصفحة ووسائط الدفاع الجوية هذا وتم الإعلان أيضا عن التعبئة الجزئية في روسيا بمرسوم رئاسي اعتبارا من 21 سبتمبر الماضي ووفقا لوزير الدفاع سيرجي شويجو تعتبر هذه التعبئة ضرورية من أجل السيطرة على خط الألف كيلو متر من مناطق التماس والأراضي المحررة في أوكرانيا من جانبي نفع الكريملين تقارير المتداولة حول فرار 700 ألف روسية من البلاد منذ إعلان التعبئة الجزئية أوضح المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أنه ليس لديه أي أرقام دقيقة لعدد الأشخاص الذين غادروا البلاد منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديميار بوتين عن التعبئة الجزئية في 21 سبتمبر الماضي من جانب آخر ولكن في السياق ذاته أكد رئيس بيلاروسيا أليكساندر لوكاشينكو أن نشر أسلحة نووية في بولندا سيشكل خطرا على بلاده قال لوكاشينكو أنه من الضروري اتخاذ إجراءات في ظل هذا الوضع خاصة أن بلا روسيا لا تمتلك مثل هذه الأسلحة لافتا إلى أنه ناقش احتمال نشر بولندا للأسلحة النووية على أراضيها خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديميار بوتين وافق مجلس الوزراء الياباني على فرض عقوبة جديدة ضد روسيا عقب قيامها بإعلان ضم أربع مناطق أوكرانية إليها ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية NHK أنه سيتم إضافة 81 شخصا وتسع منظمات إلى قائمة الخاضعين لتجميد الأصول من بينهم انفصاليون موالون لروسيا في شرق وجنوب أوكرانيا والذين يعتقد بأنهم مسؤولون بشكل مباشر عن إعلان الضم من جانب واحد بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين بارزين ومنظمات ذات صلة بالجيش ما زالت العقوبات الأوروبية مستمرة على موسكو حيث أعلن الاتحاد الأوروبي فرض حزمة جديدة من عقوباته في وقت حذرت فيه روسيا من العواقب المدمرة عالميا لاستمرار فرض العقوبات الغربية عليها بعد نحو أسبوع من العقوبات الأمريكية والبريطانية على موسكو بسبب إجراءتها لضم أربع مناطق أوكرانية إليها أعلن الاتحاد الأوروبي فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا العقوبات الأوروبية شملت قيودا تجارية جديدة على موسكو تستهدف خفض إيرادات روسيا بقيمة 7 مليارات يورو ووسعت قائمة الأشخاص المستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي الإجراءات الأوروبية التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي تعد ثامن حزمة عقوبات أوروبية فرضت على موسكو منذ بدء عملياتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير الماضي المفوضية الأوروبية ذكرت أن عقوباتها تأتي ردا على تصعيد روسيا في عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا والتي تتجلى بشكل خاص من خلال ضم أراضي أوكرانية بعدما وصفته بالاستفتاءات الوهمية وتعبئة قوات إضافية والتهديد علنا باستخدام السلاح النووي العقوبات الأوروبية تمهد لتطبيق تحديد سقف لأسعار النفط الروسي الذي وفقت عليه مجموعة السبع ولحظر تولي المواطنين الأوروبيين مناصب في الهيئات الإدارية لبعض الشركات الروسية المملكة للدولة من جانبها حذرت موسكو من التأثيرات المدمرة عالميا للعقوبات الغربية المفروضة عليها ومؤكدة في الوقت ذاته أنها لن تبع نفطها للدول التي تؤيد أو تنضم إلى المبادرة التي تتضمن وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي قالت وزارة وزراء الأوكرانية أن صادرات البلاد من الحبوب في الأيام الخمسة الأولى من شهر أكتوبر كانت أقل بنسبة 20.5% فقط من ذات الفترة من عام 2021 هذا وتراجعت صادرات الحبوب في أوكرانيا منذ فبراير الماضي بعد أن تسببت العملية العسكرية الروسية في إغلاق الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة للمزيد من الأخبار يمكنكم دائما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو من خلال جوجل بلاي أو من خلال الكيو أر كود الظاهر أمامكم شكرا على طيب المتابعة إلى اللقاء